مرحبا بكم متابعين الأوفياء موضوعنا اليوم هذا ما ستفعلينه لو نسيت تناول حبوب منع الحمل تعتبر الحبوب من أكثر الوسائل المتبعة لتجنب حدوث الحمل غير المرغوب فيه وتعتبر فعاليتها في منع حدوث الحمل عالية جدا لكن ماذا تفعل المرأة إذا نسيت تناول الحبوب مرة أو مرتين؟ وهل يمكن أن يحدث الحمل؟ عند نسيان حبة واحدة سواء كانت في أول أو منتصف أو نهاية الشريط فإنه يجب عليك أن تأخذ الحبة حالة تذكرها حتى لو أخذت حبتين في ذلك اليوم واصل تناول المتبقي من الشريط كالمعتاد وعند انتهاء الحبوب إن كان شريط 21 حبة فستتوقف عن أخذ الحبوب مدة أسبوع أما إذا كان شريط 28 حبة فستستمري في أخذ الحبوب بطريقة عادية دون انقطاع أما في حال نسيان حبتين أو أكثر عليك بتناول الحبة حالة تذكرها ولو أخذت حبتين في هذا اليوم لا تتناول بقية الحبوب التي نسيتها أكمل شريط كما المعتاد كما ولابد من وسائل إضافية لمنع الحمل في الأيام السبعة التالية وإن قمت بالمباشرة بشكل غير آمن في الأيام السبعة الماضية ونسيت حبتين أو أكثر في الأسبوع الأول من الشريط فعليك بحبوب منع الحمل الطارئة وإذا فاتك تناول الحبتات 3 ساعات تناول الحبة التي فاتتك فور تذكرها واخذ الحبوب المتبقية كالمعتاد ولا داعي لاستخدام وسائل منع إضافية أما في حال نسيان أكثر من حبة تناول حبة واحدة فقط خذ الحبة التالية في وقتها المحدد مع وسيلة إضافية لمنع الحمل لمدة يومان بعد تناول الحبة التي نسيتها لوجود فرص للحمل لأنك لن تكون محمية من حدوث الحمل وإذا كان تقيئ في غضون 3 ساعات بعد أخذ الحبة أو أصبتي بالإسهال فلن تبقى الحبة في جسمك وقتا كافيا لمنع الحمل استخدمي عند إيد واقيا أو امتنعي عن المباشرة حتى تستعيد صحتك وحتى تمضي سبعة أيام التي تناولت أثناءها الحبة ترجمة نانسي قنقر